دولارات مزورة تنشط في الأسواق اللبنانية أخيراً وتحديداً من فئة الخمسين دولار ترصد بشكل يومي من التجار والسائقين وعمال التوصيل وحتى من المواطنين بعد فوات الأوان أما أكثر من يقع ضحيتها فهي شركات الأونلاين لكن ما من ألية للمحاسبة كل خمسين إلى حكاية شكل حبلش لك بالخمسين الأولانية اللي هي الزرقة هي بكل بساطة أن حطيت قدام ستفة دولارات يعني كان صعب كتير أنك أنت اليوم تقفرية بنفس النهار توصلنا معه على أساس اللي أنه نلتقى بمحل عام أعطيته الغرض وكبل الخمسين وراح بعكسسير بالموتو هؤلاء الخمسين تونتون مزورين في عليا قسم كتير كبير من الأزرق بينما هاي بتطلع فيها بتشوفي أنه فول أوف جري أكتر هاي دي خمسين دولار هائية وهي دي خمسين دولار مزورة إذا بتحطيهن حط بعضهم تسعين بالمية مثل بعضهم ممكن أي مواطن يوقع بالغش هاي دي ملمسة غير عن ملمسة الأصلية وتاني شغلة عن طريق الحف على التياب المزورة فيها نعومة الأصلية فيها خشونة انتشار الصرافين غير الشرعيين من حسار التعامل مع المصارف وأتوسع اقتصاد الكاش جعل من لبنان بيئة حاضنة لازدهار هذا النوع من النشاط اللاقانوني فما الحل؟ إعادة العمليات إلى القطاع المصرفي عن طريق تنظيم حقيقة لفريش دولار يعني مجلس النواب عنده مسؤولية يكر قانون يسمح للمصارف أنه إذا أخدت وديع فريش دولار تكون مجبورة تردلهم للمودعين بالفريش مش تردلهم يا شاك بونكير ونفس الشي المصارف إذا عطيت قروض بالدولار ترجع لهذه القروض فريش دولار ما ترجع له شاك بونكير إذن كل ما عدى الحل التشريعي يكون من ضمن الحلول الترقيعية فهل يجتمع النواب على صوق قانون يشكل حلا جذريا؟ ترجمة نانسي قنقر